تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة تدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقا لأحدث النظم والأسليب ووسائل التدريب غير النمطية واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالي بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات وفي رفع كفاءة الحالية الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل وأشهد الفريق أسامة عسكر بما شاهده من مستوى تدريبي متطور وكفاءة قتالية عالية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالي بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر